السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة عادة الاطفال معكم دكتوري سبودة قصة طب الاطفال وحديث الولادة في حلقة جديدة النهاردة وبعد غياب يمكن عادنا اكتر من اصبعين يمكن ما عملناش فيديوهات وانا بعتذر لكل المشاهدين والمتابعين للقناة ويعني ادعوكم انتم تسابحونا طبعا انشغالنا في الايادة والشغل بتاعنا هو وكمان موقع عادة الاطفال يمكن واخد وقت كبير جدا جدا يمكن في حلقة النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم وهو موضوع استشارة جات لموقع عادة الاطفال او قسم الاستشارات الطبية في موقع عادة الاطفال الناس اللي مش عارفين ايه هو قسم الاستشارات الطبية هسيب لكم الرابط ازاي هتدخلوا عليه في اول كومنت تحت الفيديو هتدخلوا وتسجلوا عضوية في الموقع وكل ام هتكون قادرة انها تحط استشارة خاصة طفلها على الموقع واتتبع الردود على الاستشارة ان شاء الله يمكن الموضوع ده موضوع بالنسباني مهم جدا جدا الموضوع الاستشارات الطبية لانه ممكن هو الحجر الاساس لموقع عادة الاطفال في استشارة النهاردة هنشوفها مع بعض ونرجع مع بعض تاني الاستشارة دي جات من سوريا وهي بتقول كمية الماء لعمر طفل ست شهور ما هي كمية الماء المناسبة لبنتي عمرها ستة اشهر علما انها ترضع رضاعة طبعية وهل من ضروري ان تشرب ماء مغلي مبرد؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا ويمكن السؤال ده بيدور في زهن امهات كتير قوي وهو كمية الماء اللي الطفل هيشربها الحقيقة الماء طبعا مهمة جدا جدا ولكن فيه المعتقد ان بعض الامهات والجدات كمان بيدوا ماء لاطفال اما يتولدوا وده غلط جدا لان الماء ممكن تعمل مشكلة كبيرة ويمكن اتكلمنا عن المنضوع ده المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة بسبب شرب الطفل الماء وهيسيب لكم الرابط هنا في الاي اللي فوق اللي هتظهر هنا في استشارة النهاردة اللي جاية من العزيزة سوريا الشقيقة يعني البلد الجميلة الحبيبة لكل مصر وكل الشعب المصري وهو ان الكمية الماء اللي الطفل لو الطفل عنده ست شعور يشرب كمية دي الحقيقة الاطفال ان هم اول ست شعور ما بيشربوش ماء خالص ممكن ما ندلهمش ماء خالص يمكن انا اتكلمت في حلقة قبل كده ان احنا ممكن ندل من الرابع ولكن عادي مبيش مشكلة ولكن الصح ان احنا ما بنيديش ماء لاطفال اول ست شعور لان هو يعني غالبا هو الطفل بياخد كل المية اللي هو محتاجها من خلال الرضاعة الطبيعية فمش محتاج المية في حاجة لان معظم او يعني 99% من تركيبة اللبن او الحليب بتاعة الام هو عبارة عن مية فيبقى للطفل اول ست شهور مش محتاج مية لو الطفل من ستة لاثناشر شهر بيحتاج في حوالي لو في الحدود الطبيعية يعني الجو كويس وما فيش حارة وكلام ده بيحتاج من ستين لمية وعشرين ميلي من المية الدول ممكن ياخدهم على مدار اليوم ممكن رشافات صغيرة او بالببرونة اللي هو بيشرب ببرونة او حتى بالمعلقة كده ممكن نديله في حدود من ستين لمية وعشرين ميلي من المية لو الجو حارة شوية ممكن يدي من مية وستين لمتين وعشرين او مية وثمانين لميتين وعشرين ميلي من المية على مدار اليوم لو الجو حارة او الطفل عنده انساك وما فيش سويل كتير جسمه ولازم نلاحظ طبعا علامات الجفاف لو الطفل عطشان جامد منلاقي البول بتاعه بيعلم في الحفاظة ويسيب لون لون اورنج شوية بحيس ان هو بيظهر بسبب البول المركز عند الاطفال بعد كده بعد سنة الطفل ممكن بيشرب كميات على قد ما يقدر ممكن يشرب حوالي 8 كبيات مية في اليوم ويمكن ياخد اكتر من كده وده المية طبعا مهمة جدا عشان بيساعد على الحوية والنشاط بتاع الجهاز الهضمي بتاع الطفل وكمان طبعا بتروي الزمق بتاعه والعطش بتاعه بالنسبة للطبع الجو الحار والكلام ده لها انصح مطلقة ان احنا ندي الاطفال مياه غازية خالص 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 طبعا المياه الغازية انتشرت بطريقة صعبة جدا ولكن هي تأثيرها سيئ جدا على الاطفال يمكن في حلقتنا النهاردة بس مركزين على كمية المية وده السؤال الاستشارة اللي جات لنا من سوريا على موقعات الاطفال قسم الاستشارات الطبية اتمنى تكون الحلقة مفيدة امنتظركم كلكم كل واحدة يا ريت تعمل صفحة خاصة بيها على الموقع اتحط الاستشارات بتاعتها من خلال الموقع واتتبع كل ردود على الاستشارات وان شاء الله منتظركم كلكم كل واحدة فيكم عندنا 430 الف ام واب على الموقع بتاعنا اتمنى يبعتولنا دايما واتتابعونا ان شاء الله هسيبلكم في اول كوميت تحت الفيديو الرابط بتاع الاستشارات الطبية وهسيبلكم كمان الاستشارات كلها اللي وردت لغيت الوقتي لينك صغير كده هتلاقوه برضو خاص بالاستشارات الطبية هتدخلي وتقري الاستشارة ممكن تكون الاستشارة دي مشكلة حضرتك مرتي بيها ومش عارفة الحل بتاعها فانا مجاوب عليها بالتفصيل ان شاء الله يارب تكون كل المعلومات اللي ورده دي في ميزان حسناتنا كلنا وميزان حسنات كل الناس اللي تعمل مشاركة له لان طبعا العلم ده علم الزكاة العلم اللي هو تبليغه لازم ان احنا لو في حاجة معلومة كويسة لو تقدروا توصلوها لكل الناس في الوطن العربي اكون شاكل لكم كلكم ياريت كل واحدة ام يمكن على الجزء بتاع الكوميونتي بطلب من كل ام ان هي شافت الحلقة او شافت رابط معين او موضوع معين احنا نشارناه ياريت تشاركه مع خمسة بس من الاصدقاء لو شاركت مع خمسة بس ان شاء الله الموضوع هينتشر وكل الامهات هتعرف بالمعلومة اتمنى ان تكون الحلقة مفيدة وتعجبكم وان شاء الله نتقابل واستشارات جديدة وموضعات جديدة على موقع وقناة الاتفال تحياتي ليكم كنت معكم دكتور يسلط وضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته